في الأثناء استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة تيري بيلسكوكا وأكد شكري خلال اللقاء اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب النرويجي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطويره لشراكة قوية ومتينة وشهد اللقاء استعراضا للتقدم المحرز في عدد من المشروع تقائمة بين الجانبين وعلى رأسها مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع مجمع إنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس